أذهب لضيفي في ختام هذه الحلقة الأستاذ محمد قشمر المستشار القانوني والباحث السياسي أهلا وسهلا بك أستاذ محمد عبر الهاتف أهلا وسهلا ومرحبا بك وبيضيب تكم شهدين الكرام تابعت منتدى الصنعاء منتدى اليمن الدولي في السكهولم ربما خلال الأيام الثلاثة جمعة وسبت واليوم يختتم سمعت ربما بعض ما دار في تلك النقاشات ما الذي رشح حسب ما توصلت إليه وإلى أين يذهب وهل هناك رؤى حقيقية باتجاه حل المشاكل الأساسية إنهاء الحرب، سحب السلاح من الميليشيات فتح الطرق والمعابر وإنهاء القضايا الإنسانية المختلفة نحن نتكلم على موضوع أعتقد بالنسبة الكثير من المتابعين أصبح شبه محسوم يعني هناك أشياء أصبح الحديث فيها عبارة عن قدل لاقي مثلا مثل موضوع تسليم الحوثين للسلاح أنا بالنسبة لي واحد من الناس الذين يرون أن الحوثين لا يمكن بأي حال من أحوال أن يقوموا بتسليم السلاح وأن هناك توجه دولي وهذا الكلام تحدثت وقبل حوالي ثلاث سنوات في حد القنوات الفضائية أنه المجتمع الدولي ذاته الذي يتحدث عن السلام هو الذي يسعى بصناعة حزب الله في اليمن يعني تكون هناك قوة سياسية تحت تسمى أنصار الله ولها سلاح عسكري لها تدخل قوي استقباراتي وللأسف الشديد هذا الأمر يجري ويمضي على قدم وساق من قبل ما يحظى به للحوثين من دعم يعني نحن نعلم من الحوثين والمجتمع الدولي والمجتمع الدولي يتحدثون عن الأشياء كثيرة إذن ماذا عن المنتدى؟ ما الذي يقدمه لليمن واليمنيين؟ أشوف غالبا غالبا نحن جميعا لا نستطيع أن نقدم أكثر من الكلام والرؤى والتوضيعة ما الذي يستطيع أصلا أن يقدم هذا؟ أن تتحدث عن رؤى عن قوة حقيقة يمكن أن تساهم في عملية التغيير سواء عن ثورة جديدة قادمة أو عن طريق قوة سياسية تتشكل من أجل أن تكون نوع من الموازنة أو التوازن الحقيقي في القوة التوازن في القوة العسكرية وتوازن في القوة السياسية والدبلوماسية وللأسف الشديد نحن نحن حاليا مع احترام أن تتحدث شكل جميل أيضا أن الحوثين حققوا بدعم دولي وبدعم من المبعوثين الدوليين انتصارات حقيقية على الشرعية هم حققوا انتصارات على الإنسان اليمني عندما استطعوا أن يثبتوهم أن يثبتوهم مطار صنعاء والدخول المشتقة النظرية لم تكن من أجل الإنسانية والدليل أن الذي استفد منها القيادة الحوثية الأموال التي للأسف الشديد أصبحت إيرادات مهولة لتغذية الحرب القادمة على الشعب اليمني من قبل الحوثين الذي سهلهم للأسف الشديد هو المجتمع الدولي أيضا أنا أقول أن القوة السياسية التي تتحدث عنها أنت للأسف الشديد غير قادرة على تغذية شيئا هناك سياسيين أخي مخضرمين هناك عسكريين عبما لكن في النهاية ما زالت عجلة السياسة التي نحن نتمسك بها أو الشرعية نتمسك بها أو أنا نقول أن السلام يمكن أن يكون مجدي حقيقة لماذا لم يستطيعوا إيصال صوتهم إلى هذه المنتديات يعني لا يراهم هؤلاء الوطنيون على سبيل المثال وربما تذكر أنت أسماء يمكنك استعراضها لكن هؤلاء لماذا لم يوصلوا صوتهم إلى المجتمع الدولي لماذا لم يصبحوا رقما وإسما موجودا في قاعدة وعلى الطاولة بشكل مستدام في هذه المنتديات التي تناقش الحل والحل في اليمن إذا سمعت أستاذي أنا لازم أوضح شيء المجتمع الدولي يسمع كل شيء المجتمع الدولي لديه تقارير واضحة أنا وانت نعلم يقينا أن المجتمع الدولي لمجلس الحقوق الإنسان يعلم الكثير بل أن المجتمع الدولي يعلم أكثر مما يعلم الحقوقيين الموجودين الداخلين ما يحدث في اليمن لكن هناك محاولة للذهاب لكن الآلة الإعلامية يفترض لكن الآلة الإعلامية والآلة السياسية يجب أن لا تتوقف إذا ما عرفنا أن المجتمع الدولي متواطئ وأنه يسمع وأنه يعي وأنه يدرك يجب أن يكون للمجتمع اليمني وللفاعلين صوتا مختلفا ودائما ومستمرا ربما يقول البعض يا أستاذ إبراهيم أنا أسألك سؤال متى توقفت أنت عن العمل متى توقفت أنت كإعلامي شخص ومتى توقفت قناة عدن ومتى توقفت القناة كل الكلب ما زلنا نتحدث نحن مشكلة لا أن نحن نتحدث والمجتمع الدولي يسمع لكنه لا يصغي المجتمع الدولي يسمع لنا ويسمع للحوتيين لكنه لا يصغي لنا هناك خطة يا أخي لا أنا لا أتحدث عن نظرية المؤامرة أنا أتحدث عن واقع مبني على أساس معطيات كل المؤشرة تقول أن المجتمع الدولي يغذي الحوتيين بكل شيء يا أخي المبنوث الدولي يقول بأنه ينتظر الرجل من الحوتيين بشأن المعابر هذا تضليل هذا تزييف للحقاة الحوتيين يرفضون الحوتيين أعلنوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي صراحة بأنهم سيفتحوا المعابر المقصود فيها طلقة الرصاص وسيفتحوا المقابر لا المعابر المقصودة معبر الرصاص وسيفتحوا المقابر الردد واضحة لكن المجتمع الدولي ما زال حتى اليوم يذهب إلى الشرعية للمزيد من التنازلات السؤال الآن مطروح عند القيادة أو مجلس الرئاسي ماذا يمكن أن يقدم اليمن ماذا يمكن أن يقدم اليمنين هل سنستمر في الانهزامية التي تسمى تنازلات من أجل السلام يا أخي القاعدة القانونية تقول أن القوة تنشئ الحق وهي الذي تحميه الآن الحوتيين المجرمين الذين انتهكوا كل المواثق ومعادة الدولية اليوم يحضر بدعم دولي ويتحدثون كأنهم قوة مسيطرة على الأرض هل فعلا الحوتيين قوة مسيطرة هل الشرعية غير قادرة على كثر الحوتيين واستعادة اليمن هل القوة التطار غير قادرة على استعادة الحديدة هل قوة الانتقال غير قادرة على تقديم شيء هل العمالكة غير قادرة على تحرير البيضة واستعادة الجزء المنهوم من مأرد يا أخي هناك نور من الضغط الدولي على الشرعية وعلى القوة التابعة على الشرعية بألا تخضع إلا لما يريده المجتمع الدولي والحوتيين من سلام مؤسف ومحبط مؤسف ومحبط وهو حديث مكرر فعلا بشكل مستدام إذن منتدى اليمن الدولي في أستوك هولم إلى الإحباط أكثر منه إلى الحل وإلى النتيجة كما ترى أنا أرى هذا رأييي حتى لو تفعل منتديات معارض المواطن الأوروبي قد يتفاعل معك لكن الحقيقة أن هناك مجتمع دولي هل أنت مؤمن أن الحوتيين يمكن أن يرضى أقول السلام؟ لا أنا أرى هذا الكلام أنا أتمنى أن نصل إلى السلام أتمنى أن يخضع الحوتيين لطاولة المفاوضات لكن في النهاية الواقع يقول عكس ذلك نعم يقول عكس ذلك ونحن حقيقة أثبتنا تكلمنا كثيرا لكن أثبتنا للعالم أن الصوت غير مجدي صوت العقل صوت السياسيين صوت السلام لا يجدي الحقيقة مثل هذه الأمور لا يمكن أن تصل لحال صوت السلطة إذن هو الذي يجدي صوت السلطة الشرعية وأدواتها هو الذي يجدي أكثر كما أفهم منك عبر المجلس الرئاسي كما أورت أشكرك جزيلا شكر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر